السلام عليكم يعطيكم العافية حبايبي اليوم رح نستكمل إن شاء الله من كتاب العلوم الدرس الثالث وهو الزواحف حكينا من تصنيفات الحيوانات الثديات الزواحف الأسماك البرمئيات الطيور رح نتحدث عن الزواحف اليوم إن شاء الله في الحيوانات اللي هي تصنف من الزواحف وما هي صفات هذه الحيوانات أول صنف من هذه الحيوانات الأفعة الأفعة لها أرجل وتزحف على بطنها وتتكاثر بالبيض الأفعة تتكاثر بالبيض جلد الأفعة جلد جاف ومغطى بالحراشف الصنف الثاني من الزواحف وهي السلحفاء السلحفاء تتكاثر بالبيض لها أرجل كما نرى في الصورة قصيرة تحمل درعا على ظهرها عندما تشعر بوجود في خطر في حدب الضهاج تختبئ في داخل الدرع تتغذى السلحفاء على الأعشاب سأتحدث عن نوع الثاني من الحيوانات وهو التمساح كما نرى التمساح له جلد جاف وسميك بتغذى التمساح على اللحوم له أربع أرجل أيضا قصيرة زي ما احنا شافين اجروا في الصورة أربع أرجل قصيرة بتكاثر التمساح بالبيض أيضا أما بالنوع الأخير اللي أنا أحطت لكم إياه اللي هي الحرباء الحرباء لها ميزة كتير من سبحان الله من الله سبحانه وتعالى كتير حلوة اللي هي بتغير لونها حسب المكان اللي هي فيه يعني مثلا كانت على غصن أخضر بيصير لونها أخضر هذه الميزة موجودة مشان ما حدا يعرفها إذا حدا بدي يهاجمها أو فيه عداء لها تتكاثر بالبيض لها أربع أرجل أيضا قصيرة كما نشاهد في الصورة هيك خلصنا درس الزواحف تحدثنا عن أربع حيوانات الحيوان الأول كان الأفعى بعدين السلحفاء التمساح والحربة يعطيكم ألف عافية وإلى اللقاء